مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنسعد في كل مرة بنلتقي فيها معاكم وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب زي ما دايما بنحط على الفيسبوك عبارة مكملين فاحنا مكملين مكملين في ردنا على الافتراءات والأكاذيب المتعلقة بكلمة الله مكملين في الرد على الداعية الذي فقد عقله وهذه هي الحلقة رقم 9 وفي الرد على محاولاته الفاشلة في إنكار لهوت المسيح التي تعتبر الحلقة رقم 5 وإحنا مكملين عندنا لسه حلقات كتيرة أتمنى أنه حضراتكم ما تكونوش زهقتهم لكن احنا بنستغل هذه الحلقات لنقدم فيها دفاعيات وردود على الشبهات وعلى الإدعاءات الغير حققية المتعلقة بالكتاب المؤدس والمتعلقة بالإيمان المسيحي بنرحب بمدخلاتكم وبنرحب بكل أسئلاتكم واستفساراتكم وأرقام البرنامج بتبقى موجودة على الشاشة ودايما بنسعد بكل مدخلة وبكل اتصال من حضراتكم علشان نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه حابب أن احنا ناخد فيديو كده نراجع فيه الإدعاءات اللي قالها واللي ردين عليها وبعدين نبدأ ناخد فيما تعلق بحلقة اليوم فخلونا نشوف احنا ردينا على الحلقة اللي فاتت على الإدعاءات ديا فنسمعها وأشجعكم للرجوع إلى الحلقة الماضية ومتابعتها وأيضا متابعة الردود التي قدمناها في برنامج عبر الكتاب خلونا نسمع على العكس تماما المسيح قال صراحة أنا إنسان في إنجيل يحنى 48 ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله أنا إنسان زي ما لو رجعت الحلقتين اللي فاتت وتعرفوا أنه أولا هذا الإدعاء إدعاء ليس له أساس من الصحة بل هو إدعاء يعني كاذب أساسه لأنه قدمنا أقوال كثيرة لا يمكن أبدا أن تخرج من إنسان عادي وأفعال كثيرة ليمكن أن يصنعها إنسان طبيعي لو هذه الأقوال قالها إنسان عادي لا اتهم بالتجديف أو الكذب أو الخداع وحاشر المسيح لأن كل ما يقوله هو حق وأدمنا الرد على هذا الإدعاء وهو بيكلم بصفة يعني مطلقة إنه المسيح لم يقل أبدا أنه هو الله وشفنا إنه هذا الإدعاء إدعاء غير أساسي وقد كلمتكم بهذا وأنا إنسان يعني وأنا شخص وأنا فرد وأنا والمسيح إنسان ده طبيعي إنه بنؤمن بإنسانية المسيح لكن أيضا بنؤمن أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ونفس النص اللي هو استخدم منه هذه الآية على طول بعدها الرب يسوع بيقول إنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فشفنا الرد على هذه الجزئية نكمل مع بعض في يحنى 14.28 يسوع بيقول أبي أعظم مني فالكنيسة تقول لا إيش عرفك أنت يا يسوع أنتو لتنين زي بعض في العظمة ودي برضو نفس الكزبة اللي هو ونفس الأسلوب الحية اللي بيتبعه إنه بيحاول إنه يقنع المشاهدين إنه ما تؤمن به الكنيسة هو مختلف عن ما يعلنه الكتاب وكأن الإيمان بلهوت المسيح هو اختراع الكنيسة وإنه الكتاب المؤدس لم يعلم عن لهوت المسيح فدايما يلعب اللعبة ديا اللعبة اللي مليانة خداع وكذب وتلفيق وفي مجملها ما أنا قلت قبل كده يا إما بيتكلم عن جهل يا إما بيتكلم عن شر وأنا شخصيا لا أؤمن أنه يتكلم عن جهل أنا أؤمن أنه يتكلم عن شر فهو يعلم جيدا أن لهوت المسيح ليس من اختراع الكنيسة لكن ده مؤسس من فم الرب يسوع ومن حياته ومن أعماله وأردنا على قول الرب يسوع أبي أعظم مني أنه لا ينفي أبدا إلهيته لكنه يتحدث عن ذهابه إلى حالة المجد التي تركها في السماء ويعود إليها بعد القيامة كمل مع بعض في يحنى 35 يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا يحنى 5 ده مليان كله لهوت المسيح للدرجة أنه اليهود يقول الكتاب كده أنه كانوا يطلبون أن يقتلوه ليس لأنه فقد ناقد السبت لكنه قال أن الله أبي معادلا نفسه بالله يعني نفس النص الكتابي اللي بيقرأ منه بياخد منه آياته يسيب الباقي طيب نكمل الفيديو فالكنسة تقول لا يسوع أنت تقدر على كل شيء من نفسك لأنك الله وفي نفس النص يسوع يقول لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني يعني نفس اللعبة ونفس الأسلوب ما بيتغيرش الكنيسة تقول والكتاب المؤدس يقول طيب النهاردة هنكمل مع بعض دي كلها أجزاء من فيديو هو عمله لماذا لا يؤمن بلهوت المسيح وطبعا زي ما قلت هو مجرد بيجيب آيات ويطير بالآيات دي ولا بيقدم تفسير مسيحي ولا بيقدم الإيمان المسيحي كما يؤمن به المؤمنين لكنه بياخد آيات خارج السياق بتاعها ويطير بيها ويتجاهل عن عمد كل ما هو واضح وصريح في كلمة الله عن لهوت المسيح النهاردة نحاول ناخد جزئتين في هذا الفيديو علشان ننهي الفيديو دوا ونبدأ فيديو تاني جديد الأسابيع اللي جاية الجزئتين دول اللي بيكلم عنهم جزئية مرتبطة باللقب المسيح المسيح الرب والجزئية الأخرى مرتبطة بقيامة رب يسوع المسيح فخلونا نشوف الفيديو الأول لهذه الحلقة اللي فيه بيحاول أنه يثبت أنه اللقب المسيح كرب ده لقب عادي زي ما ممكن نحن نقول رب البيت وراء رب الأسرة هو لا يعني أبدا الألوهية ولا يشير إلى ألوهية المسيح فنشوف الفيديو ونرجع نعلق على هذا الفيديو وواحد تاني يقول لك الكتاب العن رب واحد تاني مين هو يعني قصدك تقول إحنا كمؤمنين كمسيحيين كم أنه رب أيها الكلمة اليونانية كيريوس معناها رب أو سيد مش شرط الألوهية زي كلمة لورد في الإنجليزية معناها رب أو سيد في اللغة عربية أيضا رب البيت هل معناها إله البيت ربة الأسرة هل معناها إلهة الأسرة الكنيسة تبحث عن أي قشة تثبت عقيدتها هل هذه قشة يعني الكنيسة تبحث عن أي قشة تثبت عقيدتها ولا أنت أساسا بتظهر في هذه الفيديوهات السطحية الشديدة السطحية الشديدة في تناولك لهذا الحق المعلن في الكتاب بكل وضوح يا سيد الفاضل لهوت المسيح ليس من اختراع كنيسة ولا يمكن أبدا أن يكون تلاميذ المسيح قد اخترعوا لهوت المسيح لسبب وقلنا قبل كده ولأسباب أخرى كثيرة لكن لسبب الأسباب الأولاني أنهم يهود واليهود مؤمن بكل قلبه أن الله واحد ولا يمكن أبدا أن يشرك مع الله شيئا اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك إنما لهوت المسيح بدأ من إعلانات المسيح عن نفسه مما قاله يسوع مما أعلنه يسوع مما عاشه يسوع وصنعه يسوع وعلم به الرب يسوع نفسه وليس من اختراع كنيسة نحن لا نبحث عن قشة هذه ليست قشة ده لهوت المسيح هو الأساس في إعلانات المسيح عن نفسه في كل الأنجير الأربعة طيب نأتي بقى هوريكوا أدئي إلى السطحية بتاعته في تناول الموضوع ده نكمل فيديو وبعدين نكمل مع بعض تترك النصوص الواضحة الصريحة وتتمسك بالنصوص المتشابهة التي تحتمل معناي النصوص طبعا الواضحة اللي هو جبهة إنه قد كلمتكم بهذا وأنا إنسان أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا من نفسي أو من ذاتي دي النصوص الواضحة اللي عنده اللي بياخدها خارج السياق بتاعها وبيطير بيها لا بيقرأ عن السياق ولا بيقرأ النص الكتابي أنا مش عايزك تقرأ تفسير اقرأ النص الكتابي اقرأ لنا يوحنى تمانية على بعضه اطلع كده المشاهدين مرة وزي ما انت خدت الآية دي من يوحنى تمانية خد يوحنى تمانية من أوله إلى آخره كويس أتحداك وتقدم تفسير زي ما انت فهمت الآية دي تقدم تفسير آخر ليوحنى تمانية خد يوحنى خمسة كله وإراء للمشاهدين خد يوحنى أربعتاشر كله وإراء للمشاهدين خد إنجيل يوحنى وإراءه وقدم قدم الصورة كاملة لكنك بتاخد آية واتطير بيها ما هذه إلا شر وهذا الشر ممتزق بكذب طبعاً لأنه كذب شر بس أنت بالنسبة لك الكذب ليس شر لأنك أنت ممكن تستخدمه وهذه حرب فأنت تستطيع أن أنت تستخدمه وأنت ضميرك مرتاح لأنه رسولك أباح استخدامه قبل كده فأنت أنت بتكلم عن إيه نيجي بقى إلى إلى الجزئية دي الجزئية دي آه كلمة كوريوس ممكن في اللغة اليونانية تستخدم يستخدمها العبد للإشارة إلى سيده محدش يقول حاجة في الموضوع ده معروف أنه هذه الكلمة ممكن تستخدم زي ما هو قال أنه في إنجلترا ممكن يأخذ شخص لقب لورد كويس فهو لا يعني الربوبية لا يعني الألوهية لكنه يعني التكريم شخص مكرم لكن لما نيجي بقى إلى كلمة كوريوس بالمفهوم الكتابي وهو ده اللي مش عايز يدور عليه ولا بيبحث عنه ولا رجع للقواميس واستخدام الكلمة ولا رجع لقواميس اللهوت وإزاي أنه كلمة كوريوس استخدمت ومين اللي استخدمها وإزاي ترجمت من يعني ترجمة النص العبري إلى النص اليوناني هو ما يرجعش الحاجات دي كلها ولا كم مرة استخدمت ولا نصوص اللي استخدمت فيها الكلمة ولا أي حاجة كأنه أعمى أو أطرش في الزفة بالزبط كده هو أطرش في الزفة هو خد آية أو خد فكرة وطر بيها من غير ما يقدم أي حاجة تثبت هذه الفكرة بتاعته نجي بقى وده لنا حابب أعلمهوله نهارا حابب أعلمه إزاي يتناول النص الكتابي وإزاي يتناول الفكر الكتابي وإيمان الكنيسة وإيمان المسيحيين بصورة واضحة لأنه دون بيكشف لنا إلى أي مدى في كل ما يقول هو كذاب ومخادع ويتبع الإسلوب الإسلامي اللي كلنا عارفينه أجي إلى جزء مهم الجزء المهم هو المسيح الرب المسيح الرب هل اليهود والكنيسة الأولى لما قالت على المسيح رب أو أنه المسيح الرب هل كانت تقصد بي مجرد سيد رب البيت رب الكنيسة رب الأسرة لكنها لا تشير أبدا إلى الألوهية هل هذا هو المعنى هل هذا هو ما يقدم العهد الجديد والكتال المؤدس كله ولا لا خلونا أولا نيجي إلى الكلمة نفسها الكلمة من استخدمة كلمة كوريوس استخدمة استخدمة الترجمة السبعانية وهي ترجمة العهد القديم إلى العهد إلى اللغة اليونانية ودي تمت في القرن الثالث الميلادي لما جوم اليهود يترجموا النص الكتاب العهد الأديم إلى اللغة اليونانية في كل مرة ذكر فيها اللقب أو الاسم يهوى وضع قدام هذا الاسم كوريوس يعني لما ييجي يقول اسمع يا اسرائيل الرب إلهنا رب واحد عند كلمة الرب طبعا اليهود يعرف الرب إلهنا تشير إلى يهوى ويهوى تشير إلى الرب رب كويس لما جي ترجمها إلى النص اللي ترجم النص دو إلى اللغة اليونانية في كل مرة أتت كلمة الرب يهوى أتت كلمة يهوى في العهد القديم وضع أمامها كلمة كوريوس الرب أكتر من ستلاف وتمنمائة مرة ذكر اللقب كوريوس في الترجمة السبعينية للعهد القديم في كل مرة تأتي يأتي الاسم يهوى يوضع أدامه كوريوس ده اليهود فهمه أن كوريوس تشير إلى تشير إلى الرب تشير إلى الرب تشير إلى يهوى هي الكلمة المساوية ليهوى في اللغة اليونانية طبعا هو ما يذكر كده وما ما يفتحش مراجع بتتكلم عن كده وما يدورش عن الكلمة كوريوس في المفهوم العهد الأديم وفي مفهوم العهد الجديد ما يدورش هو بيكلم ناس بيفكر إنها سازجة بيكلم ناس قال عنهم قبل كده أين عقولكم وقال عنهم قبل كده لهم رائحة فدول ناس ما بيفهموش فأنت اضحك عليهم ودلس زي ما أنت عايز تدلس وخد النص كتابي أو خد أي حاجة وقولها أصلهم دول سزج هيسمعوها ويؤمنوا بكلامك نفس نفس الفكر الشيطاني كويس فييجي هنا لهذا أي واحد عارف اللغة اليونانية العارفين باللغة اليونانية والمتكلمين باليونانية يعلم أن اليهود يعلمون أن كوريوس هي ترجمة لإسم الرب يهو وأتحداك أنك تجيب عكس ده كويس طيب نيجي بقى اليهود أيام الرب يسوع العارفين باليونانية ومطلعين على النص الكتابي اليوناني كويس اللي هو الترجمة السبعينية عارفين هذه الحقيقة نيجي بقى لأول من استخدم هذا اللقب لم يستخدم هذا اللقب إنسان ولم يستخدمه حد من البشر أطلق على المسيح فيه رب لكن أول من استخدم هذا اللقب كانت الملائكة كويس هي جوقة الملائكة التي ظهرت لجماعة الرعاة مبشرين إياهم بميلاد المسيح لما نرجع إلى لؤ أصحاح 2 وفي عدد 11 أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب هو المسيح كوريوس الرب اليهودي لما بيسمع كده الرعاة لما سمعوا كده عارفين إنه الرب تعني يهوة مش تعني سيء ولا رب الأسرة كويس فده ده نص طبعا هو ما يجيش جنب النص ده ولا يقراه ولا يعرف إمتى استخدمت لقب رب ولا مين نستخدمه وإزاي يستخدمه العهد الجديد هو زي ما قلت يعني أعمف أو أطرش في الزفة نأتي إلى نص آخر بعد لما الملائكة استخدمت وأشارت للمسيح على إنه الرب أيضا اليسابات بالروح القدس قالت على المسيح رب لما دخلت مريم العزراء إلى بيت اليسابات دخلت بيت زكريا وسلمت على اليسابات يقول الكتاب ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت اليسابات من الروح القدس يبقى ما هتعلن اليسابات هو إعلان من روح الله عن طبيعة شخص يسوع المسيح وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمر بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي طبعا ده إعلان أم ربي إلي طبعا المسلم أقولك إزاي أم ربي إلي الله لا احنا بنتكلم على التجسد بنتكلم على الكلمة الذي صار جسدا بنتكلم عنه أنه مولود غير مخلوق مساور الآف الجوهر دخل إلى العالم بهذه الطريقة لكن استخدمت الإصابات إيه أطلقت على المسيح لقب الرب ده الإصابات اللي هي أكبر سنا من مريم بسنين كتير لكنها أعلنت هذا الإعلان لما امتلأت من الروح القدس يبقى مش تلميذ المسيح ولا الكنيسة اخترعت هذا اللقب ده الملايكة أعلنته من السماء والروح القدس أيضا أعلنه من خلال الإصابات طيب ده يحنى المعمدان بقى يحنى المعمدان نفسه أعلن أن يسوع هو يهوى لما بدأ يحنى المعمدان خدمته مناديا بالتوبة والرجوع للرب كانت خدمته تحقيقا للنبوة إشعياء هو قال كده وأعلن كده فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب اصنع سبل مستقيمة متى ثلاثة ثلاثة واللي قالوا هنا يحنى المعمدان هو اقتباس من إشعياء 40 إشعياء 40 لو قرينا حتى النص اللي قدامنا كور كورا بمدبار فانو درخ أدناي بمعنى أعد طريق الرب صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب النص أساسا في أصل العبري لما بيقول فانو درخ يهوى هنا طبعا احنا بنقراها أدناي عشان اليهودي ما بيقدر شي ينطق الاسم يهوى لكن هي النص أساسا مكتوب يهوى ف خدمة يحنى المعمدان هي إعداد ل خدمة ومجيء الرب هي إعداد لطريق الرب طب مين هو بيكلم عن مين هنا بيكلم عن الرب يسوع بيقول أنه هو يحنى صوت صارخ في البرية علشان يعد طريق الرب طب النص أساسا بيكلم عن أني رب مش بيكلم عن رب البيت ولا رب الأسرة لا دا بيكلم عن يحوى النص أساسا اللي اقتبسوا يحنى المعمدان بيكلم عن يحوى وهنا بيؤكد يحنى المعمدان أن خدمته هي تمهيد لخدمة الرب يسوع الذي هو يحوى ما أنت بتقول بتعرف عبري ما تقرأ لنا أشعياء أربعين الناس اللي اقتبسوا يحنى المعمدان وقلنا بيتكلم عن إيه بيتكلم عن رب الأسرة ولا بيتكلم عن يحوى فانو درخ مين فانو درخ يحوى اللي اليهودي دايما يقول عن يا دناي السيد عرفته أنا بقدم الحاجات دي لأنه الحاجات دي هو لو هو باحث بيقول بقاله 14 سنة بيبحث يبقى أكيد فاهم أكيد فاهم أكيد أرى كتاب ولا اتنين أشاروا إلى الجزئية دي لكن هو زي ما قلت لحضراتكم هذا الداعية في تناوله للهوت المسيح والأضايا المسيحية هو سطحي وبيحاول أنه يستخف بالمشاهدين وبيحاول أنه يلعب على كذبة أنه يوهم المشاهد أنه ما تؤمن به الكنيسة من لهوت للمسيح هو مختلف عن كتر معدس أنت أساسا مش بتؤمن كتر معدس يعني سيبك من الموضوع أنه يعني لكن هي وسيلة باستخدمها يريتك قبل ما تتكلم تدرس عن الموضوع وتكون أمين باحث أمين بس الأسف مش هتجيب الأمانة طول من أنت مسلم ومش تعرف حاجة طول من أنت مازلت بتؤمن بالإسلام لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان طول ما قلبك ما تغيرش طول ما هتظل في هذه الأكاذيب وهذه الخدع تخدع بيها البسطاء طيب نيجي لجزء آخر خلال بقى أحوار رب يسوع يعني شفنا أولا الملائكة هي لأعلنت أن المسيح هو رب شفنا الروح الكدس من خلال الإصابات أعلن أن المسيح هو رب شفنا يحن المعمدان ربط خدمته بمجيء الرب يهوى ربيعة المسيح وعن علاقته بداود الملك قال لهم ماذا تظنون في المسيح وبيسأل اليهود بيقول لهم إيه نظرتكم للمسيح ابنه من هو ابن مين اليهود كلهم عارفين أنه هو من نسل داود من بيت داود يبقى هو ابن داود بحسب الجسد طيب هنا بقى الرب يسوع سألهم سؤال ما يعرفش هذا السؤال معناه ومغزاء إلا الشخص اليهودي اللي كان بيسأل الرب يسوع فقال لهم أوكي أنتوا بتقولوا هنا هو ابن داود وأنا موافق معاكم أنه هو بحسب الجسد ابن داود بس أنتوا ما أرطوش في مزمور بمية وعش فكيف يدعوه داود بالروح ربا يبقى داود دعا المسيح بالروح القدس اللي هو كلمنا عنه عن الإصابات أعلنوا لإصابات فكيف يدعوه داود بالروح القدس كلام داود ليس كلاما بشريا لكنه كلام من الروح القدس فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال قال في نفس الوقت في نفس الوقت ابنه هو رب داود لأنه منذ الأذل وإلى الأبد هو الكلمة الأذلي وهو ابن داود لأنه دخل العالم من خلال نسل داود اليهود ما كانوش عارفين يحلوا المعضلة دي وقالوا له مشان جاوبك مش لأنهم عندهم جواب وعايزين نرد وهم ما كانوش أساسا فاهمينها لكن على الأقل اللي عايز أقوله النهار دا أنه رب يسوع كان مدرك كان مدرك إدراك حقيقي واضح جدا لطبيعة شخصه وأنه هو رب داود وأنه هو يهوى بتاع داود فالرب أعلن عن نفسه أنه رب وقال إن اللي قالوا داود من أكتر من ألف سنة قبل تجسد المسيح أن داود أعلن بالروح القدس أن يسوع المسيح هو رب ييجي بقى واحد عامل نفسه أسكى أخواته يقولك لا 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 دا رب دي كلمة عادي بيستخدمها الشخص ممكن يقول ليه رب الأسرة أو رب البيت وروح سايب كل دا وكانه مش موجود علشان يثبت كذبة هو لو درس وأرى كان هيعرف أنها كذبة معايا أو نكمل نكمل مع بعض لسه قدامنا يعني أجزاء أخرى مهمة الكنيسة الكنيسة وطلاميذ المسيح بالروح القدس مشوا على نفس المنوال مشوا على إعلان يسوع عن نفسه أن إعلان الروح القدس عن الرب يسوع حتى بولوس الرسول قال أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس وعش كده لما نيجي إلى كرونسوس الأولى وأصحح واحد وعدد ستة إلى تماني يقول وأنتم متوقعون استعلان ربنا مش بيقصد به رب البيت ربنا يحوى عادوناي وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي فيسبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح وفي كولوسي أصحح كورونسوس الأولى 12 وعدد 3 يقول لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أنا ثيمة يعني أي شخص عنده الروح القدس مش ممكن أبدا تخرج منه كلمة ضد يسوع المسيح مش ممكن كل من عنده روح الله يعرف حقيقة يسوع المسيح ويعلن عن من هو يسوع المسيح لكنه لا يمكن أبدا أن يكون شخص فيه روح الله يقول كلمة ضد يسوع المسيح وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس ليه لأن الروح القدس هو الذي ذاك يمجدني ده الرب يسوع قال كده قال إنه ذاك يمجدني هو الذي يكشف القلب ويفتح القلب للإيمان بيسوع المسيح وعش كده كل الإخوة العابرين بعمل روح الله في قلوبهم استطاعوا أن يقولوا أن يسوع رب واستطاعوا أن يفتحوا قلوبهم لعمل نعمة المسيح يسوع الذي ملك على قلوبهم وصار ليس فقط مخلصا لكنه أيضا رب وسعيد كمان في رؤية وأصحاح دعنا ناخد الأول عبرانين عبرانين وأصحاح واحد وعدد عشرة إلى اتناشر وأنت يا رب في البد أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك هي تبيد وأنت تبقى وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى كلم عن الرب يسوع عبرانين 13 يكلم عن الرب يسوع يقول أن يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وللأبد أزلي أبدي سرمدي لا يتغير هذه الصفات لا يمكن أبدا أن تكون لرب الأسرة ولا لرب البيت ولا زي ما بيقول يعني تعبير عادي يعبر بس عن الكرامة لا يعبر عن الإلهية هذه صفات إلهية هذه طبيعة إله ويختم أيضا في صفر الرؤية ويقول لنا أنه يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب باسليوس باسليان كاي كوريوس كوريان ملك الملوك ورب الأرباب من هو ملك الملوك ومن هو رب الأرباب من هو السيد على كل الأرض من هو الذي يسود ويملك ده ده الحق الكتابي إحنا مش بنقلف عشان كده ينبغي أنك تخجل من نفسك وينبغي أن تخجل من السطحية والرياء والكذب والخداع والتدليس وينبغي عندما تقرأ الكتاب المعدس تقرأه وتفهمه ولو مش قادر تفهم تطلب من ربنا أنه يفهمك وينبغي أن تأخذ الحق كله معا من أوله إلى آخره مش تأخذ آية على مزاجك واتطير بيها وتسيب كل ما أعلن في الكتاب المعدس من حق واضح وصريح طيب نيجي إلى الفيديو التاني اللي فيه بيتساءل عن وبيحاول ينقض فيه الإيمان بلهوت المسيح على أساس أنه المسيح لم يقم نفسه وأنه الله الآب هو الذي أقام المسيح فالمسيح حتى معرفش أوم نفسه بحسب فكرة خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع نعلق عليه حيج واحد يقول لي طيب ما المسيح قام من الموت هقول لك حسب اعتقادك قام من الموت بس أي واحد يقوم من الموت هنقول عنه إله ونعبده طب ما أنت عندك العازر قام من الموت هتقول لي العازر أقامه المسيح لكن المسيح لم يقمه أحد هقول لك أنت غلطان افتح معايا سفر عمل الرسل لصح الرابع فقرة عشرة يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات أقامه الله يعني ما أقامش نفسه ولا حاجة ده ده المنطق بتاعه ييجي واحد يقول لي هو ما يعني هو بيرد على اللي بيؤمنه بله وتلمسيح فييجي واحد يقول له بس المسيح قام من الأموات يقول له طب ما هو العازر قام من الأموات ليه العازر مش إله كويس وبعدين يقول لأ أصل العازر ما قومش نفسه العازر قومه المسيح وهو بقى بيرد عليه يقول له إيه لا 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 بس مين قالك إنه المسيح أقام نفسه ده الكتاب المؤدس بيقول أنه أقامه الله طيب الجزئية دي مهمة جدا وهنحاول نرد عليها من الذي أقام يسوع من بين الأموات مين اللي أقام المسيح من بين الأموات لما نرى الكتاب المؤدس نعرف إنه أعمال الله العظيمة منذ خلق العالم اشترك فيها الله الواحد مثلث الأقني الله بذاته الله بكلمته الله بروحه وعش كده حتى لما بنيجي بقى إلى قيامة المسيح بنجد الحقيقة دي واضحة بس هو هو جاب آية واحدة عارفين لو كان رجع وجاب الآيات اللي بتكلم عن قيامة المسيح كان فهم بس هو مش عايز يفهم هو مش عايز مش ده غرضه غرضه إنه يطعن في لهوت المسيح واحدة من الأسليب اللي ممكن يطعن بيها في لهوت المسيح إنه المسيح مقومش نفسه أقامه الله من الأموات طبعاً طبعاً زي ما قلت لحضراتكم إنه الكتاب المؤدس لما بيكلم عن أعمال الله العظيمة بنرى الثالوس بكل وضوح ففي الخل بنجد الثلوس بنجد في البدء خلق الله السماوات والأرض بنجد إن روح الله يرف على وجه المياه بنجد أن قال الله الكلمة الخارجة من فهم الرب طيب ناخد مدخلة ونكمل مع بعض الأخت ميرفت من كاليفورنيا ألو سلام المسيح معاكم سلام المسيح سلام المسيح معاكم كنت عايزة أقول نقطة مهمة أحمد صباعد على فكرة في ناس كتير جداً 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 من المسلمين الشباب مش من الكبار كمان بتحاول يعني بتتبعه جميل جداً وبتصدق كلامه قوي 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 لأنه هم مش دارسين ولا أريين أي حاجة في الكتاب المقدس ولا عندهم استعداد يقروا حتى ولا عندهم كتاب لكن ما بيصدقوا أو فرصة كويسة جداً بالنسبة لهم وفرحة عظيمة أن واحد بيدور أو بينبش في الكتاب المقدس وبيطلع أخطاء من غير أي دراسة ومن غير أي وعي فهم بيفرحوا جداً باللي هو بيقوله ده حاجة أولانية نرجع يعني فيه نقطة تانية كنت عايزة أتكلم فيها نقطة صلب المسيح اللي احنا بدأتكلم فيها في الحلقة يعني في الكرآن بيقولوا ما سلبوه وما قتلوه لكن شبه له طيب أنا عايزة أسأل المسلمين اللي قاعدين أو بيسمعوا أو هيتفرجوا على الحلقة شبه يعني هل فعلاً الله الماكر الله اللي بيدحك على الناس الله الكتاب اللي احنا اللي كل اللي كانوا وقفين جنب المسيح واللي شافوه مصنوب يعني الراجل المتعلق على الصليب اللي هو شخص المسيح هل الناس اللي كلها حتى أمه ما عرفتهوش يعني ربنا دشك علينا يعني احنا ربنا دشك علينا بيحك علينا كمسيحيين وجاب لينا واحد شبه المسيح وحتى ما قلناش يعني ربنا ما قلناش ان ده مش المسيح لانا رفعته طب كنا هنفرح يعني لو ربنا ادنا اشارة انه رفع المسيح للسماء طب على الأقل تلاميذه كانوا فرحوا كانوا تباهوا ان المسيح ده مش اللي بيعتبروه اهانة انه يعلق لان صليب الجهل اهانة يعني صليب بالنسبة اللي يعود اهانة كبيرة جدا عار فكانوا التلاميذ بتاعوا على الأقل تباهوا وفرحوا وهللوا وما استخبوش وخافوا عملوا كل ده كانوا قالوا لا ده احنا ما فيحنا على الأقل ده هو الله فعلا اللي صعد للسماء وما تهنش بالاهانة دي لكن يجي بعد كده بعد ستمائة سنة بعد ستمائة سنة بعد المسيحية انتشرها وبعد الكتدرول اللي بنت وبعد الرهبان واللي تأسست والكنيس والاتهاد كل ده كله كان تأسس خلاص يعني كتدرول آيا صوفيا دي مبنية من ربعمائة سنة قبل قبل الإسلام بمتين سنة يعني كان في عظمة المسيح المسيحية نفسها يجي واحد يقولك لا 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 المسيح اللي أمه شافته على الصليب وتلميذه والرسل السبعين والناس اللي كلهم اليهود اللي كانوا مأمنين بيه وشافوه متعالى على الصليب لا لا مش هو لا مش هو أنا في التبات حك عليكم يعني إله إيه ده يعني ده تتوقعي ده تتوقعي جدا لأن الله في القرآن أو في الإسلام إذا كان هو أمكر الماكرين فده متوقع منه وبعدين إذا كان الله كل همه في الآخرة أنه يشتغل سوري في اللفظ قواد للمؤمنين اللي هما أساسا فجروا نفسهم وآتلوا إلى آخره أنه مجرد يهتم بس بخمرهم وسكرهم وأكلهم وجنسهم ويرتب ليهم هذه يعني هذه السهرات الحمرة للنهار فتتوقعي من من إله في الإسلام إيه أكتر من كده لو إله حقيقي مش هيدحك على الناس 600 سنة مش هيدحك على دين دين هو اللي عمله ورسول هو اللي منزله لو بالنسبة لهم رسول يعني الله منزل رسول خلينا ننشي بمبدأ المسلمين ربنا منزل رسول زي المسيح اللي زي ما هم بيقول طبعا إحنا ما بنؤمنش بالكلام ده بس خلينا نمشي بتفكيرهم الغبي أو الطعيف أو القليل هل منزل رسول عشان يضحك به على الناس اللي يمشوا وراء 600 سنة ويؤمنوا برسالته وبكل الكلام ده كله وبعدين يقولهم لا أنا كنت بتحك عليكم طب إحنا أنا 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 ناخد الجزء ده ونرد عليه لأنه يعني أول حاجة أول انتباع على الواحد لما شاف فيديو زي كده أنه أعتد حك فعلا يعني أنه قد إيه إبليس أعمى أعين غير المؤمنين وقد إيه أنه صلب المسيح لأنه هو يعني روح وحياة الإيمان المسيحي وأعلان لمحبة الله أنه إبليس بيحاول بشتى الطرق أنه يضل المؤمنين ويبعيدهم ويضل الإنسان بصفة عامة ويبعيده عن حقيقة الإيمان بصلب المسيح وبموت المسيح الكفاري فيكون له هلاك وضيع عبد أشكرك كتير على مدخلتك والرب يباركك ناخد أيضا إدوات من جنوب السودان ألو دكتور أشرف أنا جارسة لك آه حبيبت أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا جارسة لك سؤال هل في كتاب في في من كتب يعني خير البايبل كتاب المقدس هل في كتاب خير كتاب المقدس ذكر فيه وقيامة بتاعت الناس من الأموات يعني فيه رسول قوم زور من الأموات خير المسيح لا ما فيه ما فيه ما فيه كتاب تاني غير الكتاب المقدس الذي ذكر لنا حقيقة إن شخص المسيح قد مات وقام لكن كل مؤسس الديانات الأخرى ماتوا وقبرهم موجود ودي الحقيقة اللي بحاول المسلم إنه ينكرها نحن وما فيه كتاب في الدنيا يتكلم عن قيامة من الأموات الكتاب المقدس فقط فهنا هذول يتكلم كلام ما يتفق مع كتاب المقدس بالزبط يتفق مع كتاب كلام الإسلامي لكن لا يتفق مع كتاب المقدس شكرا لك شكرا لك ربي باركك طيب نيجي زي ما كنا بنقول إنه ليه الكتاب المقدس يعرف إنه أعمال الله العظيم في الخلق مثلا بنجد الله وروحه وكلمته في تجسد بنجد الله وروحه أيضا وكلمته وفي قيامة المسيح بنجد الله وروحه وكلمته يعني كلام ده من الذي أقام يسوع من الأموات أول حقيقة بيقدمها لنا الكتاب أن الأب القيامة نسبت إلى الأب إذ نفس النص اللي هو أرى الذي أقامه الله ناقدا أو جاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منهم وكمان في أعمال 13 ولكن الله أقامه من الأموات دي حقيقة ما بنرك مش بنكرها الكتاب المعدس أن قيامة المسيح نسبت إلى الأب وكمان لكن الحقيقة الأخرى اللي هو طبعا ما بيكلمش عنها أن قيامة المسيح أيضا نسبت للمسيح نفسه اتكلم عنها الرب يسوع نفسه كويس هو ما يذكرش الأيات دي ولا يجيبها لرب يسوع بيقول كده عن جسده أجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وبتكلم عن جسده وفي ثلاثة أيام أقيمه يبقى مين اللي هيقيمه في ثلاثة أيام أقيمه أنا أقيمه كويس كذلك أيضا قال لهذا يحب يحبني الأب لأنه أضع نفسي اللي أخذها أيضا ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا لي سلطان أن يضعها ولي سلطان أيه أن يأخذها أيضا فدي الحقيقة اللي بيعلنها المسيح النفسه هو ما يجيبش الأيات دي ليه سلطان أنا أضعها وليه سلطان أن أخذها يبقى مين اللي رفع نفسه مين اللي أقام نفسه انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه يبقى مين هنا اللي بيكلم عن قيامة نفسه فزيما زيما القيامة نسبت إلى إلى الآب أيضا المسيح اتكلم عن أنه يقيم ذاته هو له سلطان أن يضعها وله سلطان أن يأخذها وعش كده رب يسوع اتكلم مرات ومرات 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 عن حقيقة صلبه وموته وقيامته أنه ابن الإنسان يسلم ويسلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم ما لهاش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة قال الحقيقة دي مرات ومرات شخص الوحيد الذي يعاش على هذه الأرض وكان يعلم جيدا ساعة الموت وساعة القيامة وكان يعلم تفاصيل الموت وأيضا يعلم وقت القيامة وقال أنه زي ما كان يونان في بطن الحود ثلاثة يام وثلاثة ليالي هكذا ينبغي أن يكون ابن الإنسان يعني يعني أنت ما جبتش الآيات دي خالص ولا تعرفش عنها حاجة طب ما كنت رجعت لأي كتاب بيكلم عن قيامة المسيح لأي انترنت اكتب عن قيامة المسيح اكتب يا عمي السؤال اللي أنت سألته من الذي أقام يسوع لكن زي ما قلت لحضراتكم هو أطرش في الزفة هو عنده فكرة عايز يوصلها وما لهش علاقة بأي حاجة تاني ويعلم جيدا أنه يكذب ويقدم الحق ناقصا بل ما بقدمش الحق أساسا يعني طيب هات ناخد مداخلة أخرى ونكمل مع بعض الأخت باسمة من أسمة من فلسطين مرحبا أهلا مرحبا بيكي أهلا أنا اسمات مكالمة بس ما بعرف من مين بالضبط هي سيدة من مصر صراحة أنا كتير استفزني الحديث عن الله هلا إحنا لما بنحكي عن الخالق يجب أنه نتحدث عنه بلا باقة ونحكي بأدب أنه ما ننسب صفات الكذب أنه بيكذب علينا بينافق أنه بيخدعنا أنه بيمكر هاي بتود الإنسان الهاوي سواء كان مسلم ولا مسيحي ولا يهودي هلا شغلة شغلة ثانية يعني أنا مسلمي تمام وأنا بحترم أنا من فلسطين من بيت لحم ومعروف مدينة بيت لحم مسلمين ومسيحيين والحمد لله عايشين يعني أكثر مدينة بكل دول العالم يمكن بعلاقة كتير أخوية وكتير فيها ما فيها نوع من الفتن وما فيها أبدا من الابتزاز الديني مثل ما احنا منشوف برا هلا بس في شغلة لأنه إحنا ليش هاي السيدة أو عفوا حتى حضرتك يعني أو إعلاميين تانيا خاصة بهذا البرنامج أنا بتسمى أنه أنتم ما تفسطوا الخط علي بصراحة لا لا خالص لا لا خذي راحتك أنا بس قدامي أربع دقايق على نهاية البرنامج بس أنه هل يستحق هل يستحق تمام شكرا لك هل يستحق الله عز وجل الخالق تمام هل يستحق اللي خلقك واللي خلق هاي السيدة واللي خلقني واللي خلق أمك أو أختك وجارتك وبنتك هل يستحق أنه يوصف نصفه بالمنافق والمخادع والكاذب والماكر احنا مش وصفناه على فكرة تم أنت عندك في لا أنت عندك واحد من أسماء الله الحسنة إيه الماكر إيه طب يبقى احنا جدناها منين طيب إنت إنت هلأ أوكي هلأ هو مش من صفاته أن يمكر هلأ لما بترجع للدين وبتعرف شو معنى تمام رح تعرف إيه معنىها حضرتك طيب إيه معنى حضرتك أنا يعني إنت على فكرة بدك تستفزني بإنه إيه معنى حتى أنه حطك بمصد أنا جبت هاي أوكي لحظة شوي أنا جبت هاي من أسام الله من أسام الله اللي هو الماكر ففهمينا شو معنى في كتير من النصوص موجودة بالإنجيل وأنا مثلا إذا أنا بدي أفهمها تشرح بطريقة مفصلة جسد المرأة والأعضاء التناسلية وطريقة الجماع وكل شيء تمام هلأ أنا ممكن أقرأها كمسلمة لما أقرأها بحكي يعني هذا عيب يبدو أن حضرتك ما رديش النصوص إلا أنها مش بتتكلم عن ده خالص يعني يعني النصوص دي تتكلم عن حاجات تانية بسي أنا ما قرأت تفسيرها ولا ما بعرف شو ترجمتها وما قرأت تفسيرها ولكن قرأتها تمام هلأ أنا أحكم لإني قرأتها نفس الشيء المسيحية لما بيقرأوا مثلا آية من آيات القرآن تمام بيقول إحنا قرأنا هيك بس هل أنت تفسيرت شو معناها كمان شغلة تانية كمان شغلة تانية أنا بصراحة رح يعني ما بدي أعطيك إجابة ما معناها الما كرة عندي إجابة لك ما بدي أعطيك حتى ما تكون خطئة أنا رح أرجع بإتصال وأعرف شو معناها أنا فضلي بس في شغلة تانية عفوا عفوا نحضر منك بس بدي أحكي لك شغلة ممكن توعديني حضرتك أن الحلقة اللي جاية تتصلي بدري ونكمل الحوار لأن أنا فعلا حابة أكمل الحوار معك بجد فيعني بشكرك على زوئك وبشكرك على اتصالك وأنا ما عنديش غير فعلا دقيقة هخلص فيها الحقيقة دي أنه الذي أقام المسيح أو قيامة المسيح أيضا نسبت للروح القدس وإن كان روح الله الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أكسادكم المائطة أيضا بروحه الساكن فيكم فروح الذي أقام يسوع من الأموات الروح القدس فنسبت القيامة للآب نسبت القيامة للمسيح نسبت القيامة للروح الكدس فما يجيش يقول لي أنه الله الآب هو الذي أقام المسيح دي الحقيقة ده اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم أنه الدعية بياخد نصوص تتناسب معه ويترك كل ما أعلن في الكتار المعدس وده بيورينا قد إيه سطحيته وقد إيه أيضا أنه عنده غرض مش الفهم ولا أنه يفهم المشاهدين هو عنده غرض آخر أنه يضل ولو أمكن الكثيرين هو عنده غرض آخر أنه يقدم الحق مبتور أو يقدم كذب في صورة أنه حق هنكمل مع بعض الحلقات اللي جاية بإذن يسوع فانتظرونا في الحلقات اللي جاية وسلام المسيح يكون معكم